طب عايزين نعمل definition of done. عايزين كل التيم ده يتفق على ازاي هنخلص شغلنا. البيزيكس ان احنا خلصنا development. بوكس المهمة. وان احنا نقدر نطلع بحاجة نقدر ان انا ريليز الكلام ده. حتى لو هي مش لاجيك قوي ان انا ريليز دلوقتي. يعني انا عاملة بس send email من غير لوجن مش مشكلة. بس send email لوحدها بقت جاهزة ان هي تبقى ريليزة. تمام? ده البيزيكس. مين. قولنا ايه الكيسز التانية اللي ممكن تكون محتاجة تتحط في ال done definition? طيب. ال done definition عموما ايه هو? ان انا بفكر ازاي بوصل اعلى quality. اه بتكون كافية ان انا ال product اللي انا شغال عليه ده during the sprint او ال product backlog item اللي انا شغال عليه during the sprint قدر اعمله ريليز. تمام? فبنتفق عليها مثلا انتفق على ال exit criteria زي مقامونا منشن في موضوع للتستنج. بنتفق مثلا على نحنا لو احنا محتاجين نعمل security checks في بعض الشركات او في بعض very critical products. اه لازم تكون ال security check عشان اقدر اطبعها. اه لو في اي حاجة ليه علاقة مثلا بال load casting محتاجين احنا نعمله على حسب. على حسب احنا محتاجينه او لا. فبنتفكر في الحاجات دي. اه هل في مسلا user guides محتاجين نعملها? هل بنرجع لupdate features بتاعة ال website عشان نفهم ان فيه feature جديدة نزلت. كل دي حاجات حسب ال product. اه بنlast it. اه في ال definition هضنا وبنتأكد ان هي اتعملت. الى جانب طبعا ال quality اه الى جانب ان ان هو بيكون خلص اتفعلت من ادباعه. الى جانب ان احنا بنكون بنكافر ايه? ال acceptance criteria. مهمة لو احنا طرى ما اتفقنا ان احنا هنعمل mobile app لل email client بتاعنا. طب احنا بن support which versions? بن support which screen sizes? بن support tablets? ولا لأ? كل كل كلام ده بيترجم لشغل جوه ال sprint وجوه التسكات بتاعة الناس. فاحنا لازم نبقى متفقين على المينموم. ونبقى عارفين ان يعني مثلا انا وجدت لي bug على android version 4 انا مش حلها. لان هي خلاص ده برا support بتاعي في ال definition of done. او ان احنا نبقى عارفين برضو ان انا معظم اليوزر بتوعي بيستخدموا اي فون ومعظم هم بيستخدموا مسلا دلوقتي عندهم اي او اس مسلا 13. فده اكتر حاجة ان هتستعليها واكتر حاجة هركز عليها. نفس الكلام مع الواب. احنا بن support انهي براوزر. احنا بال version started browsers دي ايه. احنا كمان طبعا لازم نحط responsive معنا. فكل الكلام ده بيترجم ليه? يعني ايه خلصت الشغل التاعي? هل احنا بنشتقل? يعني ممكن تقول والله انا عندي الدنيا تمام done. بس تيجي على feature مسلا بتاعة create email وتلاقيها مش بتشتغل في responsive خالص. طب طالما هي responsive ده حاجة في definition of done بتاعي مقدرش اقول ان هي خلصت غير لما تبقى responsive. غير كده? يبقى انا لسه مخلصتش. لسه فاضل لي حاجة. والbug دي هتوقفني ان انا release. علشان ايه? علشان حطينا حركة ان هي responsive definition of done. ما يبقاش ده كل واحد وجهة نظره. يعني دايما الdevelopers شايفين ان اي حاجة غير ان الفنشان تي شغالة فهي معينة الbug. لا هي مش معينة الbug. هي طالما في definition of done. مش هتخليني release. هتبقى bug مهمة. مش هنريليز غيرها مخلصة. هل تستر على ناحية التانية بيبقى شايف ان كل حاجة major bug. مثلا يعني. فهنقوله لأ برضو. احنا اتفقنا على حاجات معينة. لو الbug دي طالع في version. احنا مش بنعملها support. فاحنا هن skip it. وهنكمل release. علشان احنا اتفقنا على definition of done بتاعنا دي. ال quality matrix بتاعتنا اللي احنا عايزة. تمام? تمام. تمام. حد عنده وسئلة في الحتة دي? اه بعد ازن حاليتك مش من دي سئلة. اه. ال definition of done دي بتبتدي من مرحلة اللي هي ال product backlog. معنيش انا برا مجالة software شوية فحاليتك استحميني بقافل اسمية. اه بس انا وااخد ACB يعني فالاجائل يعني داخل فيها وبحاول طبقة عندي شوية في مجال ال construction في بعض الامور. طيب ال definition of done اه في مرحلة اللي هي ال product backlog هي بتتحدد لي كل item في ال product backlog. هل عندك في ال client app بتاعك في ال email client بتاعك. ممكن زرار send او اي زرار مثلا تفتح في screen تراقيه موجود. screen لا. وعلى tablet لا. اكيد ما ينفعش. طيب ده بي apply على كل اللي عندنا في ال app. يعني لا ينفع في send ولا ينفع في ال read email ولا ينفع في ان انت تلاقي مرة زرار forward مش موجود ولا ينفع في ال calendar. انت عايز كل ال screen بتاعتك تفتح تلاقيها. اه ال buttons موجودة وال design بتاعها كويس صح? ده اللي احنا بتقول عليه ان definition of done طالما نحط فكرة response في definition of done. يبدأ بي apply على كل features اللي عندي. على كل ال back log items. مش على واحد او واحد لا. في حاجات technical بقى بتتحطي يعني التين بيحطها غير المسلا متطلبات العميل او مطلوب حاجة فيه ممكن حاجات technical نفسه بيبقى لهم تعريفات معينة فيها? بنحط الحاجات اللي لها علاقة بال code quality بتاعتنا. يعني ممكن نحط unit test. ان احنا هو automated test بتاع code. ان احنا ما نطلعش feature غير لو متغطي منها جزء كبير من unit test بتاعها. اه ممكن نحط ال performance. ان احنا لما بنعمل ال release لازم performance يعني نكون عاما انا testing performance وانه هو في اللي احنا عايزينها. ممكن نحط حاجات technical زي كده. طب معايش برضو حياتك اه لما بتتسلم بقى features اللي خلصت ديت المفروض ديت بتسلم product owner اللي عرفه او الكسمر. ميش. الحاجات technical دي بالنسبة لهم طبعا يعني مش هيدخلوا فيها. مش هيدخلوا فيها. لهم فيتشر معينة بتتحقق. هل هم لما شوفوا الحاجة اللي هم متعلقة بيهم كده? يبقى كده نقدر نقول ان الفيتشر دي او الايتم ده خلص. مزبوط. اه. اه. يعني technical يعني. بيبقى موجود في الاتفاق واحنا بنحط الحاجات technical دي. هو بيبقى مقتنع باهميتها. لان في الاخر product owner ده. حد بيشتغل آآ آآ احنا نكلم على الاندستري بتاعة الsoftware فهو حد يشتغل في software. والحاجات اللي احنا نعملها الزينف بنعملها فرغ. هنعملها لان هي مهمة في في ان احنا بتاعنا يبقى بالكواليتي مزبوطة. بتاعنا بتاعها مزبوطة. فالكلام ده احنا مش بنحطه غصبا عن او من وراه. او بيبقى معنا وعارف ان هي محطوطة وعارف ان هي بتاخد وقت. فلما بيستلم بيبقى عارف ان هي عد عليها برضو الكلام ده. يعني product owner ممكن نقول ان هو لازم يكون انه عنده خبرة شوية في الاندستري اللي شغال فيها دي. مش مجرد بس ممثل. اكيد طبعا. شكرا جزيلا. طيب هل محتاج خبرة technical background كبيرة? آآ على حسب هو لازم يكون عارف برضو الاندستري ماشية ازاي? والكمنيكيشن مع التيم يعرف في كومنيكيات مع التيم وفاهم الناس اللي بيشتغل معي. بيعرف اكتب كود بأي دي. لا مش مهمة خالص. بس يبقى عارف المشاكل اللي ممكن الدنيا توقع فيها. يبقى عنده experience الدنيا دي ماشية ازاي. الخبرة technical بتخليك عارف الدنيا ماشية ازاي لانك عملتها بايدك قبل كده. طيب نكمل. طب قبل ما نكمل الممكن نسأل فقيل في حتة تاتة definition of done كبير. متخيلين يا جماعة محتاجين انت التين يتفق على definition of done? في اي مرحلة من المراحل بتايتنا? او يعني خليني اقولها احنا كده كده بنقول ان هي في الاول طب. حد عنده كده يعني تصور ليه احنا بنتفق عليها قصة من البداية خالص? اه عشان انا المفروض اطلع حاجة valuable. يعني حاجة لها قيمة شغالة مية في المية. اه انا لو هعمل حاجة فيها او او هي مش كاملة اوي. فانا كده اعدت معات ال sprint هتقرر ان انا احط ال sprint جديد. فانا كده باخد وقت اكتر من وقت كده. صحيح. فانا كده الكلام ده من قبل كده. محدد ان اه دي هتبقى في المرحلة معينة. عشان انا في صح صحيح جدا يس من اه محمد زي ما كتب ده عزت بيقول في اول مرة اه يس قبل بنتفق عليها عشان واحنا كثير اه بنشوف احنا نقدر بنشتغل على ايد ده بعمل حساب انه انا لازم اكافر كل حاجة مكتوبة في الديفنشن. كده تمام انا بس بصبك النقطة دي عشان دي مهمة انا. نتفق ان احنا نغيرها في الريتروسبكتف. نشوف الريتروسبكتف اللي جاي يعني لو لان احنا في الاول حطينا حاجة مش مضبوطة او اي حاجة كتيرة علينا حاجة قليلة فعدنا نتفق في الريتروسبكتف ونغير. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة